اعملين ايه يا رب تكونوا بخير في وصفة النهاردة هنعمل اكلة مصرية اصيلة ملوخية بالارانب طريقتها بسيطة وطعمها حلو قوي شايفين الملوخية والطشة طحفة الملوخية لها عرق كده ومطة خطيرة اول حاجة حطيت حل على النار وستها تسخن كويس بعدين نزلت فيه بمعلقة سمنة واول ما تسيح هضيف كم فص مستكة واول ما رحتهم تطلع كده هضيف كمان 3 فصوص حبهان وورق لورة بعدين هنزل بالارانب متنظفة كويس جدا متقطعة قطعة كده هشوحة كويس كده من على كل جم بعدين هضيف الملح والبهارات رشة فلفل اسود ورشة من السبع بهارات وفصطهم واحد بس مفروم بس كده هقلب كل ده مع بعض ياخده تشويحة كده بعدين دلوقتي هضيف طماطم وبصل مكعبات ممكن تزوده جزر وكرفس برضو يدول الشربة طعمة حلو قوي هقلب كل ده مع بعض حوالي 5 دقايق كده ودي معلقة كوزبورة نشفة ستضيفها في الاول هزود بقى دلوقتي مياه مغلية وبغطيها وبسيبها حوالي ساعة لربع ونص ساعة لغاية لما تستوي وبعد ما تستوي بخرج الارانب وبصفي الشربة علشان نعمل الملوخية عندي هنا بقى الملوخية مجمدة او فرش اي حاجة مش هتفرق كلهم بيطلعوا حلوين في الاخر وهزود بقى الشربة على حسب الكمية بنزبط الشربة علشان ما تطلعش خفيفة مننا ودفط عليها كمان مكعب مرقة وبقى سيبها تاخد غلوة واحدة كده وبرفحها من على النار فتاصة بقى على النار فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة وهبدأ احمر الارانب لحتى ما تاخد لون دهبي بالشكل ده واخر حاجة بقى بنعمل الطاشة فتاصة فيها معلقة سمنة ومعلقتين كوبرطم وفروم واول ما تسفر معايا كده بنزل بمعلقتكو زبرة نشفة وبفضل اقلف فيها لغاية لما تتحمر بعدين بنزل بها على الملغية بالشكل ده رحتها تحفة بقدمها بقى معروزة بشعرية طعمها خطير جربوها اتعجبكو بقى الفهن ترجمة نانسي قنقر